أمطار غزيرة شهدها العراق خلال شهر تشرين الثاني الفائت وأوائل كانون الأول الحالي خلفت سيولا جارفة وفيضانات استدعت إعلان حالة طوارئ في قرى ومدن تعاني أساسا من دمار الحرب مع تنظيم الدولة عشرات القتلى والمصابين في مناطق مختلفة جراء تهدم المنازل وخسائر مادية قدرها ناشطون بالمليارات حيث أتلفت بضائع تجارية وأدوات منزلية وفي القرى والأرياف نفقت آلاف المواشي وتضررت مئات المزارع وخصوصا في ناحية الشرقاط بمحافظة صلاح الدين والقيارة في نينوى وناحية مندلي في محافظة ديالا وأجزاء من مدينة عانا في محافظة الأنبار ومناطق متفرقة من محافظات واسط وميسان وبابل والبصرة الأمم المتحدة أكدت أن الفيضانات غمرت عددا من الجسور والطرقات والقرى وجعلت عشرات الآلاف بحاجة ماسة إلى المساعدة كما أن الأمطار والسيول تسببت في قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق وخصوصا في محافظة ديالا وذلك بسبب انعدام الإجراءات اللازمة لمواجهة موجات الشتاء التي تشهدها كل دول العالم أما عن النازحين فكانت مأساتهم مضاعفة حيث غمرت الفيضانات خيامهم التي لا يجدون مأوى غيرها كما أن المساعدات الأممية القليلة التي كانت تأتيهم توقفت بسبب عدم وجود طرق صالحة لتحرك فرق الإغاثة الأممية وأمام هذه السيول والفيضانات جاء التحرك الحكومي بطيئا بل منعدما في عدة مناطق حيث اقتصر عملها على إرسال فرق لتقييم الأضرار فيما حضرت لجان دولية ومحلية مع قليل من المساعدات من دون أن يتوفر تعويض حقيقي للخسائر الفادحة اشتركوا في القناة